اشهد مجلس الشورى بالبيان الختامي الصادري عن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعرب المجلس عن اشهدته بالموافقة العربية الثابتة بل بالمواقف العربية الثابتة التي ادانت جميع الاعمال الارهابية التي تقوم بها ايران في البحرين اخرها تفجير خط انابيب النفط واعتباره عملا ارهابيا قامت به مجموعة مدعومة من ايران والحرسة الثورية الايراني واستنكارها للتدخلات الايرانية المستمرة في شؤون الداخلية للبحرين من خلال مساندة الارهاب وتدريب الارهابيين وتهريب الاسلحة والمتفجرات وايثارة النعارات الطافية كما شدد المجلس على وجوب ان تحترم بل ان تحترم ايران سيادة الدول العربية وان تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وان تعمل على اقامة علاقات حسن جوار اساسها احترام سيادة الدول العربية والالتزام بالموافق والمعاهدات الدولية المؤكدة على السقلال الدول واستنكر المجلس الاعتداء الذي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من ميليشيات الحوثي معتبرا ذلك عدوانا صارخا ضد المملكة وتهديدا للامن القومي العربي كما دانى مجلس الشورى السمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث معربا عن تأييده لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات العربية للسعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي كما اكد المجلس اهمية اتخاذ المزيد من الاجراءات لوقت التدخلات الايرانية وتخليص المنطقة من الفكر الارهابي الذي من شانه تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية لممارسة العنف والقيام باعمال من شانها عدم استقرار الدول العربية وزعزعة الامن فيها